أهزائي المشاهدين يا هلو مرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردقة مصارع حلقتنا اليوم عن موندي نايت رو بنسميه الحقبة الجديدة بعد رسلمانيا شفنا فيها أمور متغيرة نقدر نقول ركزوا على البروموهات وعرفنا بعض المباريات في باكلاش تروبل ايش يفتتح العرض أكيد بيتكلم عن بيع الدبل يو دبل يو اي وأنا متوقع دينا وقت يظهر اليوم بس ما شفناه المهم كان متحمس عمل البوز ذكرتني بعداوتك مع روم الرينز اللي كانت من أسوأ العداوات ينفاز بلقب الدبي دبلو اي مادري إذا تذكرونا قال ولكم تو ماندي نايت رو رسلمانيا كان خرافي حضر فوق 161 ألف متفرج لعرض عاش لإسم الكبير آم الليلة الأولى هي بس الثانية ما أعتقد شكر المصارعين الطاقم حتى ستو مش هارت صاحبنا اللي ماسك الكاميرا زين فهمنا عطنا الزبدعات في خبر الكل يتكلم عنه عرفوا ما رح تتغير الأمور وبنتم نسمك النقبل وشعارنا دائما وي آر ايه لا الدبل يو دبل يو اي غيرها خلوني أرحب بحامل لقب المواحد روم الرينز بسلم عليه مع بول هيمن وصولو سكوة والجمهور نص نص في اللي يشجع والثانين يعطونا بوز مستانس بعد مبارات مبارحة واليوم بقول جملتي بطريقتي الخاصة هوليوود شفنا كودي على طول نقول جي جي برو حابة تكلم عن موضوع ما لأنه في بالي اليوم بكون حامل لقب المواحد وأنا اعترف بهالشي انت كنت الرجل الأفضل والشخص هذا قصده سولو اتدخل في أمورنا لأنه كذا مرة انت فست بطريقة نظيفة بدون أي مساعدة مبارحة كنت بفوز فالموضوع هو وروم الرينز يقول له بتعترف فيني؟ ها؟ الجمهور يقول ريماتش كودي نفس الشي وبول هيمن قال نو ريماتش لا مش اليوم ولا بورتوريكو سمر اسلام رويل رامبل ولا مكان ان كان قصوا علي يا شباب ايه عبالي بنشوف الامباراة بول تشوفني متفيج لمسخرتك زندام تشوف نفسك قوي وأنا كني لعب ضدكم الاثنين في رسلمانيا خلوها تاك تيمز بول ناقش الموضوع مع رومن وقال له شوف بنوافق بس الشرط الشخص اللي بيلعب معاك ما يقدر ينافس رومن رينز على اللقب ويطلع من؟ بروك لازنر ايه الكابوي موجود ورومن رينز انصدم ليش؟ لان بروك لازنر اصلا ما يقدر ينافس على قبل عالمي بعد اللي صار في سامر سلام بينهم حبيت الخطوة هذي ومصيبة سالفة ان بروك لازنر ما يقدر ينافس رومن رينز مرة ثانية هذي بتجلط فينس مكمان لاحد يعلمه بروك مستانس مع كودي ويلمسه اكثر من اللزوم بشكل عاجب الولد صراحة المين افنت من عيار الثقيل شكرا لبخاء قصدي تروبل ايش وحمسوني اكثر للعرض وصل سبعة وثلث قدم انت عملاق نيجيري او ماس ملك الحبال يا شباب جميل ضد الايس غسلة على طول تشوف السكوب سلام هذا عملاق بروك يعني انت ولا شي ينافس بكل ثقة صلابة وماسك زمام الامور تشوف الباور بومب للفوز سريع سريع لان الرجل ما لمثيل عملاق الاهم في المستطيل او مربع اي الحلب مش مستطيل نشوف الاوسوس وراء الكواليس راحوا غرفة رومان رينز دقوا على الباب بول هيمن ظهر قال لا رومان رينز مشغول راح مع السولو يسولفون عن الخطة حشان المين ايفنت في مباريات كانت جميلة في راسلمانيا قصدي لبعض الناس بس لا تحاتون زعيم القبيلة جهز اكلات بحرية تستمتعون فيها الحبايب مشوا بس يوم بول هيمن دخل غرفة رومان قال لا اهتميت بالموضوع اوه رومان ما يبغي يشوفهم بداية المشاكل يا شباب حلو لازم نشوف شربكة بينهم وغير هذا في المستقبل مباراة بين رومان رينز وجاي اوسو اتمنى ذلك باد بوني سعيد يكون في عرض الWWE خصوصا لان باكلاش بيكون في بورتو ريكو باد بوني قال اليوم انا مشجع بس بتابع العرض عدل يعني ما بتلعب في عرض الشهري لاتقص علينا حبيبي فاهمينها ري مستيريو وصل بعد يقدم برومو ما شفنا مباراة يعني غير سالفة اوماس امكانت بسرعة ومر ساعة كاملة على عرض هذا الاسبوع دخلت الهول فام شكرا لكم انت الجمهور وطبعا باد بوني وظهر اوستن ثيري اقول لك ري اسمعني نحنا نحتاج الاحترام بعد ما انت دمرت ولدك اخيرا لانك ما ربيته وهو صغير قوية وانا دمرت القوت جون سينا الجمهور يقول انت استسلمت يقول لا انت استسلمتو يوم ما امنتو فيني بعد ما نفوز عليك بتدخل قائمتي لا ما بدخل مكان اتوقع بعد مباراتنا بتجمع ضروسك بعد السكس وان ناين ونشوف مباراة اخيرا هالاثنين في الحلبة مع بعض يعني بنستمتع بالمستوى قدموا مباراة جميلة مع الاخبار ان نص عرض مندي نايت روت كان يتغير كل عشرين دقيقة يعني شو يا شباب فينس مكمان موجود الله يعيننا بس اتمنى يكون جزئي ومش العرض كامل تشوف تدخل من دومينك مستيريو واي تاون داون يفوز ثيري دوم و ديمين يهاجمون راي وبعدين يشوف باد بوني ليش تدخل في اموري العائلية لا لا انا ما ما اتدخلت هدي اللعب ليش معصب لان ابوك الضرارك بالحزام كان بيهاجم وقفة بس ديمين موجود صاحب القديم يفر على الارض وياخذ عن طاوة المعلقين يعطي تشوك سلام على طول اصفق له صراحة باد بوني لو اي مشهور ثاني كان رفض يعمل الاسبوت هذا و ديمين ما تساهل معاه لا فره بكل قوة دمر المطرب مسكين نوعا ما عرفنا الامبارة القادمة في باكلاش بيكون راي مع باد بوني ضد ديمين بريست و دومينك مستيريو اعتقد فن بالر كان بيكون معاهم الامبارة ثلاثية مع سانتوس اسكوبار يكون تاك تيمز مع راي تعرفونه صابته في هالنسل كانت خطيرة شوي فيعطونا وقت يتعافى واتمنى نشوفه في العروض قريبا حرام خسر من اج والله اش اقول ادم بيرس يعصب على ديمين ليش هاجمت هذا ضيف اه انت معصب علي يا عمي هللي ضرب اول شي بعدين كان صاحبي اول بس فكر بالموضوع لو كان اي شخص ثاني موجود مكانه منشان ما عصبت بالطريقة هذه وانا اتفق معاه نعم كلامه مضبوط خلاص الدافع عنه وديمين بريس كيف ما نتعطي مباراة في رسلمانيا كيف ونشوف شين مكمان ودمز بس سنوب دوغ بدع يعني انا ما اقدر اعصب على الموضوع وقبل ما اكمل جمهور بورتوريكو ترى مجنون على نفس مستوى جمهور البريطاني متشوق اشوف التفاعل اكثر من العرض نفسه يب نشوف حاملية القابة تاك تيمز سامي زين وكيفن اونز سامي قال الفترة الاخيرة كانت جميلة جدا بدأتها مع جوني نوكسفيل لان المين افنت لراسلمانيا شكرا لكم والان بنحتفل وكيفن قال احتفالنا نحن غير عن الناس نبغاها في مباراة فاذا في فريق يبغون فرصة تعالوا الان ونشوف الستريت بروفيت وانا شاقول من بداية سماك دون يا شباب هذي للمنافسين ايه اول شي قصة سامي ما انتهت دام جاي ورومان رينز بينو دورة انه يبني بعد فرق ثانية والستريت بروفيت لا بأس يمكن انا مليت من كثر ما شفتم يلعبون ريماتشز مع الوسوز والان اتمنيت يلعبون ضد برونس رومان وريكوشي بتكون مجنونة يا شباب صح بري وايت لو رجع يعني انا خايف من شي واحد يبدأ عداوة مع برونس رومان تذكرون لعبة مباراة نوعا ما سينمائية كانت وبرونس رومان غرق في المستنقع كيف حصلوه ما اتذكر المهم نرجع للمباراة الجمهور في الشقة الثاني صحوا من نومهم والتفاعل مجنون مع فخر العرب سامي وذا بيكملون كأبطال تمنيت يعني يفرقون ألقاب التاك تيمز نشوفها في كل عرض رو وسماغ داون بس ننتظر شوي وباتشر لا تنسون عندنا داينومايت بنعرف مصير FTR مع اصابة مات جاكسون يحتاجون تاك تيمز تشوف استنر وهلوفكك للفوز مباراة جميلة جدا يا شباب روحوا تابعوه أكيد تخيلوا بعد المعركة ضد الأوسوس في رسلمانيا ظهروا بعدها بيومين وقدموا شغل يستاهل متحمس لقصتهم ومبارياتهم في المستقبل سيث مستانس بعد ما فاز على لوغن بول يقول اليوم أحس في شي ناقص دقيقة حصلت بالروح عند الجمهور ويغنون غنيته بس ما تكلم عن مصارع ولا حد قاطعه فااااا ما نعافي تبيل عفظ ضد روم و êلرينز لقب الولايات لقب القارات ما ندري بوبي لا ش لي معصب يقول ظهرت في الريسلمانيا وانا ما نافست وصل برونز للريد يقول بوبي بسميك عم بوبي من اليوم لا تناديني عمه ما يحتاج يمكن اكون تلميذك لانك انت علمتني كيف اخثر تبغي مبارا انت ولو جسالفتك لا بس اقول لك وجهة نظري هني مشى وشوف واحد يقول بوبي من بعيد اسمه مصطفى علي يلعب بالنار الولد ما دلش اقول عن وضعك انت ما عندك مباراة في راسلمانيا ولا مباراة مع برونس الريد لا تزعل فكر وقصدك اخذ الامور بيدي صح مثلا امسك مصارع ولا عن خيرة صح يلا بسويها معاك لا مو قصدي يعني معاي واحد مسكه هني وضرابه ضرب ودامو كان تروبل ايتش وفنس مكمان بس ما حد قاعد علينا مشيتو الشايب بغينا نشوف شنبة شوي واللمعة ووصلوا الحلبة وغسلة بدون لوكس عمل هيرت لوك وفاز المباراة خل عنكم اللي صار في الحلبة برونس الريد ضد بوبي لاشلي هذا الصح لازم يكون في عرض شهري يا شباب تخيلوا سونامي سبلاش على بوبي صدقوني بيطلع منه شعر يعني سبايكي بعد رومان معصة بيقول التوأم راحوا؟ ايه راحوا بعيد صبر اندريت ان بروك لازنر بيكون موجود لا تدري بعد رسلمانيا هو يمشي البيت وما نشوفه لست شهر والحياة هذه انا كنت معاه من زمان بس بعد ما نضميت مع البلودلاين انت انقذت حياتي بس كيف صارت تدري سمرسلام هادي اخر مباراة بيننا وظهر ويقبل التحدي لانه ما عنده شي يخسره يا زعيم القبيلة صح انا دايما افوز عبروك وفوق هذا بدمر كودي رودز للمرة الثانية بعمل تاق وابغاك انت سولو تراوي بانك جاهز تماما شباب ابداع بلا حدود خصوصا يوم سولو قام يشوف صبعة في باله يقول بدخلك كامل في حنجرة كودي رودز في الحنجرة ورومن رينز من ناحية تمثيل ودراما اشوف له مستقبل في هوليوود يا شباب اذا يوما ما اترك المجال هذا مجال المصارعة بينجح في الافلام والمسلسلات صدقوني تدرون وولد خالب تذاروك موجود يعني في المجال اكيد بيساعده نعم ذا ميز يمشي وراء الكواليس وبتلاحظون أوتيس يحلقون شعره من ايد ماكسين والله انك محظوظ صراحة عاد نحن نقعد في الحلاق ونحط ايدنا وين تحت عشان ما تستيه مشاكل هذا ماكسين بش اقول بس ذا ميز يقول استمتعتوا براسلمانيا نعم شفنا مفاجآت وانا اخذ دور الهوست بس كيف ألعب ثلاث مباريات في العرض خصوصا شين ميكمان اللي دمرته تماما لدرجة ما قدر يقوم نتمنى له الشفاء العاجل شين بس سنوب بدع في السبوت المهم يظهر ما تردل نقول له welcome back bro ها خلصت من ال بتبتعد ما بتساو مشاكل اتمنى ذلك ما تهنى ذا مز اضاربه وخلصها بالبرو ديريك وانا عبالي جاي وايت بيظهر نجم يديد من انكس دي برون بريكر لا حبيبي ولا شي بس فيه سبب للسيجمنتات هذي وظهور ما تردل بتكلم عنه اكثر في نهاية الفيديو كوري غريفز قال bad bunny يا لخلع في الذراع بسبب هجوم داميان بريست طبعا السالفة هذي كله تشذب بشذب صاحبنا عنده حفلات ومشغول كذا اسبوع بيرجع بعدين يعني جريب backlash عشان يعملون البلد اوب وتصير المباراة tag teams اسبوع القادم ذا ميس بيلعب ضد ما تردل المين افنت رومن رينز وسولو ساكوة ضد كودي رودز وبروك لازنر هذا انا متحمس اباشوف الدمار شي حركات crossroads المعلق مايكروم يقدم كل مصارع واخر واحد كان كودي وانا حسيت غريبة يعني عادة ان البطل يكون اخر واحد في التقديم ليش؟ لان بروك لازنر هاجمه على طول ايه قبل ما تبدأ المباراة؟ سوال افتعلن عن مباراة وتسحبه من الجمهور هذه حركات فينس ميكمان لا تقول لي والله لا تروبل ايج عنده خطة لا لا حبيبي لا 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 العرض كامل مع كل احترامي بوكينغ فينس ميكمان تعودنا في الساعة الاولى نشوف مباراة تستاهل شوي وصح شفنا سكواش من يحب المواضيع هذه العملاق يدمر فينس يا شباب استمتعنا في بعض الامور في فترة الاخيرة بس شقول المهم بروك وهو يدمر كودي رودز وفي النهاية قال له انا بكون كابوسك لمسة حلوة لمسة جميلة والعدوة مختلفة لكل مصارع خصوصا بروك اللي ما شوف انه بيخسر المباراة خصوصا بعد صفقة اندفر هذا الموضوع يا شباب اشوف الاساس في تكوين عرض اليوم البداية شفنا اكبر نجمين في الفترة الاخيرة ورومن رينز وكودي رودز منطلع بعدين بروك لزنر ليش؟ لانهم عارفين مشجعين اليو اف سي بيتابعون عرض اليوم بعد الخبر اكيد بيتابعونه وبروك لزنر فاز باللقف في اليو اف سي وكان اسم كبير في عالم الام ام اي بعد ان شفنا ما تردل هم نجم ثاني بيعرفون المجال استغربت ما شفنا روندا راوزي في العرض دامها مع عشينا بيزلر وفازوا في راسلمانيا ثنتين هم جمهور الام ام اي يعرفونهم اتوقع بيظهرون في سماك دون اذا ما خبضني تحميس الجمهور لمباراة وبعدين ما تقدم لهم هذا الشي تعبان يعتبر تشذبي يعني تقد فيه مباراة وما صارت مباراة ليش تسويها؟ وانا فاهم بتجلب بروك لزنر هيل على اقل خلهم يلعبون شوي ويجلب في النهاية شوي حركة حركتين ما عرفنا وجهة سيث بيلعب ضد من اعدوة مع من ما ندري بوبي لاشلي ضد برونسون ريد حلوة وقوماس يفوز على السريع عشان الناس ما ينسونه ويحمون الولد نوعا ما كانت حلوة ناس ما قلت واقف يقدم الحركات بكل ثقة مش متردد ابدا اتمنى يكمل بنفس المنوال كان فيه برومو من بيانكا وريا ربلي عادية جدا يعني قالوا يوم ما منلعب ضد بعض عشان نعرف من البطل الافضل من الثنتين مباراة سامي زين وكيفين اوينز افضل شيء في العرض بعد اللي شفناه قمت اتخوف لعروض القادمة اعطوني رأيكم اذا عجبكم العرض وهل في اسم كمان تشوفونه ايجابي للعروض القادمة انا عن نفسي اشوفه سلبي جدا شكرا لكم جزيلا على المتابعة والدعم المستمر لايك وسبسكرايب لا تنسون دائما ابدا بينكم ون سوي اشتركوا في القناة